هل لحق من قبل هذه العلامة؟ هل سبق أنك سألت نفسك شو معناها؟ وهل هي حملة مثلاً ضد رمي القمامة؟ وليش نشوفها على علب الأجهزة الجديدة؟ تميت أبحث وأبحث إلى ما لقيت الجواب هذه العلامة معناها أن لا يجب التخلص من هذا الجهاز في سلة النفايات على الإطلاق حتى لما يخترب أو تنتهي صلاحيته لأنه يحتاج إلى طريقة معالجة وتدوير خاصة فأغلب الأجهزة الإلكترونية موجودة بداخلها مواد شديدة الخطورة والسمية وغالباً ما تستخدم كلمة النفايات الإلكترونية الإي ويست لوصف المنتجات الإلكترونية الغير مرغوب في استخدامها أو التالفة أو حتى اللي انتهى عمرها الافتراضي وممكن تكون هذه النفايات الإلكترونية بشكل أجهزة منزلية مثل شاشات العرض وأجهزة المايكرويف أو حتى على شكل أجهزة رقمية حديثة مثل الكمبيوترات والهواتف المحمولة وبطاريات الليثيوم ترجمة نانسي قنقر